بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا بكم اعزائي التلبات وطلبات الصف السلسل الابتدائي اهلا بكم في اول درس في العلوم في الروافع اه انا لقيت نفسي فاضي ساعة قلت ما يعني هي جيت الفكرة ان انا اعمل درس الروافع في نص ساعة كده ولا في تلت ساعة قلت يلا اعمله وليه يحصل يحصل يعني الموضوع موضوع تجربة ولو لقيت تفاعل بازن الله ان شاء الله هكمل منهج وهكمل منهج سنة خمسة تمام ورابعة كمان اما لو ما لقيتش تفاعل بخلاص يعني هنتجه للمس وبس والحساب والرياضيات وبس على كده وكفاء على كده اه بالنسبة للعلوم انا كنت عامل قناة قديم قبل كده شرح في العلوم بس العلوم ده من زمان قوي فرفعته حديثا على القناة اللي هي اتحزفت اه الشرح طبعا ما كانش عاجبني خالص لان ده كان في بداية حياتي اه ان شاء الله انا اه من من نوعية اللي ما اجي اشرح العلوم لازم اوسع في المعلومة انا مش ملزم ولا ملتزم بكتاب المدرسة او بالكتاب الخارجي لازم اضيف معلومة جديدة عامة انت كطالب بتسمعني دلوقتي انا عايزك تستفد من كل كلمة اه تفهم الكلام ومش ما تحفزوش مش تسمعني علشان انت تروح بعد كده بعد ما تخلص الفيديو تروح انت تحفز عود نفسك يا حب قلب انت الوقتي كبرت انت عندك دلوقتي اتناشر سنة وده اخر على ترتاشر سنة اه لازم ان تفهم العلوم لو فهمته والدرسات لو فهمتها انت مش هتذكرها مش هتحفظها افهم انا عايزك تفهم كانك قدامك حدوتة كانك قدام فيلم جديد لسه معروض جديد على التلفزيون او فيلم جديد على النت اهم حاجة العلوم دي مادة فهم لان اسمها علوم مش حفظ اول درس بتكلم عن الروافع وكل الطلبة متعرفش يعني روافع هي حافظة تعريف بس مش عارفة يعني روافع ايه الروافع دي بنستخدم ايه في حياتنا ما هو العلوم ده حاجات جاية من حياتنا حاجات بيتكلم عن حاجات موجودة في حياتنا مهياش مهياش حاجات مهياش حاجات معنوية مهياش حاجات مش اه مجهولة لأ طبعا موجودة في حياتنا عاود نفسك انك تفهم انا عايزك تقوم قدامي ما تحفظش ولا تحط ببالك خالص السؤال هيجي ازاي ولا تحط ببالك خالص そして انا هاحفظ ازاي لا فهم الكلام بس الاول يبطيق على بركة الله وسام الله كده في قلبك وقول بسم الله الرحمن الرحيم اول درسي بتكلم عن الروافع. يعني الروافع. بص يا حبيبي. الانسان البداقي في بداية حياته. آآ اول ما جي آآ ربنا لما خلقه ونزله على كوكب الارض. ربنا لما خلقه ونزله على كوكب الارض. ربنا سابه انه يعيش في الارض ويكتسب خبرات لوحده. زي مثلا لما نجي الانسان البداقي حيوانات مفترسة تهجم عليه. وقدامه مثلا اسد. فكر الفطرة بتاعته انه يجيب حجر من على الارض وياخده ويقوم رمي بيه. اسد او غزالة او ايا كان من الحيوانات. ويضربوا بيه. فالحيوان يجري. فعرف ان دي حاجة يقدر يحمي بقى نفسه. اهي الطوبة او الصخرة اللي خدها دهية وضرب بها الحيوان المفترس ده في حد ذاته اسمها رفعة. يعني رفعة. يعني اداة استخدمها ان هي تأديله مهمة معينة. لما جي الانسان البداقي بفطرته وحب الفضول بتاعه ان يأكل لحم الحيوان. طب هي موت الحيوان ازاي? هيروح يعضه? ممكن كان روح يعضه. ممكن لانه كان قوي. انسان البداقي كان قوي. فالفطرة بتاعته ان يجيب حتة حجر برضو. بس ايه? يبريها كده زي الالم الرصاص. يبريها زي الالم الرصاص كده. كان بالشكل ده كده. وياخدها في ايده وبعد كاهم حطيتها في رقبة الايه? الفريسة. ويقطع بيها كمان. اهي دي في حد ذاتها كانت سكينة. يعتبر الوقت بينها وبين بعض كده في العصر حدي سكينة. اهي دي قالة او رفعة. انت لما تمسك القلم عشان تكتب بيه? رفعة. انت لما تروح تجيب دبست الورق عشان تلبس بقى ورق? رفعة. انت لما تروح مسلا تجيب شاكوش عشان تتقق بمصمار او تشيت بمصمار? رفعة. لما تجيب مفاك عشان تطبط بمصمار? رفعة. انك مسلا تروح تجيب وينش عشان يطلع الطوب في الدور السابع او الدور السادس? رفعة. اي شيء احنا بنستخدمه علشان يعمل مهمة معينة احنا ما نقدرش عليها او يوفر في الوقت ده اسمها رفعة. يبقى الرفعة هي الادوات اللي بنستخدمها في حياتنا. بنستخدمها في حياتنا. ده معنى كلمة الروافع. اول عالم فكر في وصف الروافع. اول عالم فكر في وصف الروافع اللي هو مين? او فسر الروافع هو العالم اليوناني. وارشميدس ده ولاد كان عالم رياضيات كبير. عالم رياضيات كبير. وعالم يوناني. هو اول واحد فسر نظرية الروافع او فسر الروافع. مفهوم الروافع. واول ما نستخدم مفهوم الروافع. وعلى فكرة الموضوع ده مش مؤكد. يعني بيجي بيجي لك في الكتاب يقولك اول ما نفسر الروافع او اول ما اهتم بوصف الروافع هو ارشميدس. بس الكلام ده مش مؤكد. الكلام مؤكد الاول على الفرعنة او البابليين او حضرة بابل. لان الفرعنة استخدمه الروافع ده هي في رفع الحجر وهم بيبنوا الاهرامات. وهم بيبنوا الاهرامات. يبقى اول ما نوصف الروافع او فسر الروافع هو مين? العالم الكلام ده كانت سنة مئتين وستين قبل الميلاد يعني قبل الميلاد يعني قبل مولد سيدنا عيسى وقبل ما ييجي سيدنا عيسى. دي بنتكلم فيها على الروافع. يبقى الروافع هي اولى الالات التي استخدمها الانسان. وابسط الالات. ويعتبر ابسط ايه اولاد? الالات. يبقى ابسط الالات واولى الالات اللي استخدمها الانسان اللي هي الايه الروافع. او العالم وصف الروافع او اهتمت بتفسير الروافع والعالم ارشمينس والكلام ده كانت سنة مئتين وستين قبل الميلاد. تعبيقنا الروافع. يعني ايه الروافع? دلوقتي لما يكون قدامنا مرجيحة. ويكون ولد قاعد في الطرف ده. واللي ولد التاني ام قاعد في الطرف التاني. هدجي تبصها اتلاقي ده اترافع طلع لفوق وده ينزل لتحت. ده برضو في حد ذات الارجوحة ديت او المرجيحة ديت اسمها الارجوحة. الارجوحة. ده في حد ذاته رفعة. لو انت جت بص في المثال اللي قدامك ده هتلاقي فيه تلات حاجات موجودة. في ايه? اول حاجة صاق متينة. وبعد كلا في حاجة اسمها نقطة ارتكاز. وفي حاجة اسمها قوة. وفي حاجة اسمها مقاومة. تعالوا كان نرجع تاني. يبقى ده المرجيحة. واده الطرف الاولان بيعود هنا والطرف التاني بيعود هنا. المرجيحة او اي رفع لها حاجة اسمها صاق متينة. يعني ايه? عمود كده. والصاق ده ممكن يكون مستقيم او ممكن يكون منحني. خلي بالك من الكلمة دي. الصاق ديت ممكن تكون مستقيمة او منحنية. منحنية يعني مدورة او معوجة. او معوجة. هنا في حاجة في النص كده اسمها نقطة الارتكاز. المنطقة اللي في النص. اللي بتخلي المرجيحة متزنة. زي الميزان بتاع البقال. الاديب. او الميزان المعتاد اللي خلناها في الترمي الاول. اللي بيخلي الميزان متزن هي الحتة اللي في النص دي. وطبعا انت عندك الكطعة دي او المسافة دي قدل ايه? المسافة دي. هنا يا ولاد حاجة اسمها قوة. حاجة اسمها ايه? قوة. القوة يعني هو اللي الولد اللي هنا اللي نزل على المرجيحة دي. اللي قعد. اللي قعد هنا خلي ده ايه? يطلع لفوق. دي اسمها المقاومة. يبقى اللي قعد هنا دي القوة. الجهد اللي اتبازل هنا. القوة اللي اتبازلت هنا. النتيجة بتاعتها بانت فين? هنا. الولد اللي قعد هنا ظهرت النتيجة بتاعت ده هنا ان هو اطلع لفوق. وده لو نزل لتاحت ادى كوة لتحت فده يطلع لفوق. والعكس صحيح. يبقى اي رفعة او الرفعة تعرف الرفعة هي ساق متينة. ساق متينة. تتحرك حول نقطة سابتة. تتحرك حول نقطة ايه? سابتة. تسمى تسمى النقطة السابتة دي? نقطة الارتكاز. وتؤثر عليها حاجتين. قوة اللي هو الجهد المبزول والمقاومة. النتيجة اللي حصلت. النتيجة اللي حصلت. انت دلوقتي لما تيجي تزق الكرسي ايه اللي يحصل? الكرسي يتحرك. انت دلوقتي لما تيجي تضرب اختك ايه اللي يحصل? اختك تعيط. دي النتيجة. صحة ولا لا? اختك هتعيط وتوعي تتبلع عليك? لا طبع. يبقى هو ده تعريف الرفع. ساكمتينة وممكن تكون مستقيمة او منحنية. تتحرك حول نقطة سابتة. تسمى نقطة الارتكاز. وتؤثر عليها حاجتين. قوة ومقاومة. القوة دي ترمزها قاف. والمقاومة دي رمزها ميم. ونقطة ارتكاز دي رمزها النون. عندك برضو زي المقص. المقص ده ولاد متزن عند نقطة في النص كده اسمها نقطة الارتكاز. طيب المقص احنا بنستخدمه منين? يعني بنستخدمه منين? انت اول ما بتستخدم المقص بتستخدوه منين? من هنا ولا من هنا? قطلوا من هنا. يبقى انت بتبزل الجهد هنا فده القوة. ايه اللي بيحصل? لما انت تتبزل الجهد هنا تحرك المقص هنا? النتيجة تبني هنا. يقص هنا. بدي المقاومة. خلاص اولاد? طيب. ده معنى كلمة الايه? الراحة. طب تكون مستقيمة او منحانية. وممكن تكون لازم ان يكون موجود كمان فيها قوة. قوة الشخص على الالة. والمقاومة. النتيجة اللي هتحصل تتولد من الجسم المراد تحريكه. تتولد من الجسم المراد تحريكه. المقاومة دي بتطلع من الجسم اللي انت بتحركه زي الالم. ايه لما لما تحرك الالم ايه اللي بيحصل? الالم بيكتب. صح? هي ده المقاومة. الالم هو اللي كتب مش انت اللي كتبت على فكرة. الالم اللي كتب. مش انت اللي كتبت. هي ده المقاومة. وجود نقطة الارتكاز او اسمها لا اسم تاني محور الارتكاز. وهي نقطة سابتة ترتكز عليها الايه? الساق. اي اهلة بسيطة لازم ان يكون فات تلات الاربع شروط دول. لازم ان تكون متكاوم من ساق متينة وقوة ومقاومة ونقطة ارتكاز. الرفع يا ساق متينة تتحرك حول نقطة سابتة تسمى نقطة ارتكاز وتؤثر عليها قوة ومقاومة ولا تعرف المقصة هوت. اهمية الروافع ايه? كان في سؤال بيجي في الترمي الاول اللي هو يستخدم الزيبك في صناعة الترميطرات. كان بيقولك واحد اتنين تعلات اربعة اخمسة. السؤال ده مهم. ده برضو نفس الكلام برضو مهم جدا. اهمية الروافع. بيقولك تقوم الرفع بوظيفة واحدة واكثر من وظافة الاتية. اول حاجة تكبير الكوة. بيعناق مستر تكبير الكوة. بيقبر الكوة. زي ايه? زي مسلا لما احرك صخرة كبيرة. فبضطر بحط حديدة تحت الصخرة كبيرة. تمام? وتحت الحديدة ديت او اسمها العترة طبعا. تحت العترة ديت احط صخرة صغيرة. واحرك من هنا. الاقي نتيجة اتحركت الصخرة من الجهة التانية. وطبعا القوة بتكون اللي انا بزلتها قوة قليلة. مسال تاني. لو يكون عندك الباب بتاع القوضة بتاعك. ويجي باباك مثلا يقولك احنا هنغير الباب ده او الباب ده هندهنه وكزا. تعالي نشيل الباب. والباب ده ما تحركش من يوم ما تعمل. من قبل ما انت ما تتولد. يجي باباك يقولك شدي يا محمد. ارفع فوق يا محمد. شدي يا محمد. ارفع وانتم مش قادرين. فانت تقولي استنى بس يا بابا. ثم انت رايح تجيب حتة حديدة. حديدة بسيطة كده كبيرة صغيرة كده او حديدة يعني متوسطة كده. وتحطها تحت الباب. واللي يحصل تقوم دايس لتحت تلاقي الباب طلع. هل يا ترى القوة اللي انت بزلتها لما انت دغطت على الحديدة او العتلة ديت كانت كبيرة قوي? لأ طبعا. لانت يدوبك برجلك كده كده الباب طلع. برجلك الباب طلع. يبقى القوة الصغيرة ده هي تقدت كوة كبيرة جدا للحديدة او العتلة. فخلت الباب يطلع من ايه? من مكانه. يبقى اسمها تكبير القوة. مثال تالت مضرب التنس او مضرب الهوكي. تنس او البنجيبونج. تمام? المضرب بتاع التنس مسلا الكورة جايلك فانت بتضرب المضرب. مضرب داي يكبر يدي تكبير للقوة الكورة تمشي بسرعة. كمان تكبير المسافة. تكبير المسافة زي المكنسة اليدوية. كان ايام زمان. ايام زمان. ما كانش فين مقشات. مش هتكلم عن مكنسة الكهربية. لا ده انا هتكلم قوة. لا هتكلم عن مقشات اللي هي العادية. لا ده انا هتكلم عن مقشة صغيرة. تقول له ها مستر عارفة ليها بتاعت النخلة دي. لا الاحفة ده هو عبارة عن شعر النخلة من تحت كده. وبتجيه ونربطه ببعض كده زي مسلا نعود الجرجير او الفجل كده اللي ما تروح تشتري من عند الراجل وتربطه في فتلة كده. والست يعين الغلبانة امهاتنا كانوا يعودوا يكنسوا يزمن يعودوا على الارض ويكنسوا. يعود على الارض ويكنسوا. حتة صغيرة كده. وبعد ما يخلصوا المنطقة ديت يقوموا هي قيمة وراح منطقة جنبيها. وتعود تكنسك. طبعا الكلام ده كان بيوجع الظهر. وكانت متعيبة جدا. متعيبة جدا. كانت لسه المقشات لسه ما طلعتش. طلع بعد كده المقشة. المقشة وانت واقف بتمسكها من فوق وبتكنس من تحت. كان المفروض انت اصلا تنزل لتحت وتكنس. لا. بس هنا المقشة عملت ايه? كبرت المسافة. كبرت المسافة خادتك توصل الهدف بتاعك من غير ما تقعد. سؤال مسالك تاني زي مسلا الزعاف بتاعت العنكبوت. الزعافة بتاعت العنكبوت انت دلوقتي وانت ايه? وانت واقف مكانك كده? وانت طبعا مش هطول السقف فانت بتطول الايد بتاعتها او العصايا بتاعتها لحد ما توصل للركنة وبتشيل بها الايه? العنكبوت. يبقى برضو اهمية الروافع تكبير القوة وتكبير المسافة. ونقل القوة من مكان لاخر زي برضو المكنسة اليدوية. زي قلت لك برضو المكنسة اليدوية. نقل نقلت القوة بتاعتك من فوق من مقشة من فوق. يعني انت مسك المقشة من كده. اه ده المقشة. انت مسك المقشة من هنا. وبتحركها من هنا. النتيجة بانت تحت هنا. دي اسمها نقل القوة من مكان ايه? لاخر. وزيادة السرعة زي مضرب الهوكي. زي ما قلنا من شوية برضو. والدقة في اداء العمل. زي مسلا بتستخدم الروافع في التقاط الاجسام الصغيرة جدا والدقيقة. زي مسلا في العملات الجرحية زي الملقط او المنقاط. او اسمه الجفت. تمام? اسمه الجفت. الدكات اللي بيسموه الجفت. الجفت. اللي هو الايه? اللي بيختار الشرايون والاورية كده لما بيعمل عملية دقيقة جدا. الدقة في اداء العمل. وتجنب المخاطر الحرارة الشديدة او البرودة الشديدة او المواد السمه. تجنب المخاطر الحرارة الشديدة او البرودة الشديدة او المواد السمه. زي ايه? ماسك الفحم. ده تجنب المخاطر الحرارة الشديدة. يحمل انسان من الحرارة وجاء على فكرة دي قبل كده اكمل. ماسك السلج الذي يحمل انسان من البرودة. بيحمل انسان من البرد. ماسك التلج. او ماسك الحلوة. وماسك المواد الكيميائية. زي الصودة والحاجات دي. يعني انت مسلا الكيميائيين في المعمل. ما بمسكوش الادوات بتاعتهم بايديهم. لا بالمسكات. لأ الحاجات دي ممكن تضيرها. الخلاصة عندك وزائف الروافع اوهمية الروافع. تكبير القوة زي العتلة. تكبير المسافة زي المكنسة اليدوية. نقل القوة بمكان لاخر زي المكنسة اليدوية. زيادة السرع زي كزا وزي كزا وكزا. وطبعا الاستاذ ده لو جالك في المتحان لازم ان تذكره الامثلة ديت. لازم تذكر له الامثلة. طيب احنا الوقتي خلنا الروافع وخلنا تعرف الروافع ووظائف الروافع. طيب السؤال دلوقت انواع الروافع. الروافع لها تلات انواع. الروافع لها تلات انواع. النوع الاول والنوع الثاني والنوع الثالث. الروافع لها تلات انواع. النوع الاول والنوع الثاني والنوع الثاني. طبعا التلات انواع بيختلفوا في حاجات كتير قوي. اول حاجة في مكان نقطة الارتكاز. في مكان نقطة الارتكاز. في رافع النوع الاول بتختلف نقطة الارتكاز عن رافع النوع التاني عن رافع النوع التالت. ركز معايا كده بس. مين اللي بيكون في النص? قال لي حاجة. الحاجة التانية بنحس حاجة اسمها اهميتها. تعال ناخد رافع النوع الاول. رافع النوع الاول اولاد بتكون فيها نقطة الارتكاز تقع بين بين القوة والمقاومة. مش هقول بابا نقطة التأثير كزا. تقع فيها نقطة الارتكاز بين القوة المقاومة. بتلاقي نقطة الارتكاز هنا بين القوة والمقاومة. تمام? تمام? دي روافع النوع الاول. دي روافع النوع الاول. يبقى روافع النوع الاول بتلاقي فيها نقطة الارتكاز في النص بين القوة والمقاومة. روافع النوع التاني بتلاقي فيها المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز. ورافع النوع التالت بتلاقي فيها القوة بين المقاومة ونقطة الارتكاز. يبقى الخلاصة رافع النوع الاول التاني التالت بتلاقي هنا اللي في النص نقطة ارتكاز مقاومة قوة. عشان ما تنساش. رافع نوع الاول التاني التالت من اللي بيكون في النص عشان هيجيلك اكمل وجي لك اختيارة وهي لغبطك. نقطة ارتكاز مقاومة. نقطة ارتكاز مقاومة. نقطة ارتكاز مقاومة. يجي يقول لك عرف لي الرفع النوع الاول تكون فيها نقطة ارتكاز بين مين ومين. بين الاتنين الاتبائين بقى المقاومة والقو. تكون فيها الرفع النوع التاني تكون فيها المقاومة بين النقطة ارتكاز والقو. تكون فيها القوة بين النقطة ارتكاز والمقاومة. ركز. يبقى رفع النوع الاول والتاني والتالت. نقطة ارتكاز مقاومة قوة. نقطة ارتكاز مقاومة قوة. نقطة ارتكاز مقاومة قوة. رعافع النوع الاول اولاد توفر الجهد. قد توفر الجهد او يجي يقولك توفر الجهدي احيانا. شوف قالك ان هي قد. يعني ممكن وممكن. رعافع النوع التاني توفر الجهدي دائما. بتوفر لك الجهد. بس تاخدوه عشان توفر للجهد. ورعافع النوع التالت لا توفر الجهد. ولا توفر الوقت. ولكن تستخدم في اغراض تحتاج للضكة والعناية. وهناخدها في الدرس التاني. الرافع النوع الاول ده اهم جدول. قد توفر الجهد او توفر الجهد احيانا. رفع النوع التاني توفر الجهد دائما. ورافع النوع التالي لا توفر الجهد. ولا توفر الوقت. طب ليه السبب? ليه? ليه دي بتوفر? قد توفر الجهد ودي دايما متوفر الجهد ودي ما متوفرش الجهد. تعال بقى. تعال هنا لما ناخد مسلا اولا احنا كنا خدنا هنا خدنا هنا النقطة الارتكاز وهنا المقام وهنا القوة. عارف يا ولاد المسافة ما بين نقطة الارتكاز والقوة لا ايه? لك ازباه والنبي. الحتة دي. المسافة دي. المسافة بين نقطة الارتكاز والمقاومة اسمها اسمها زراع. زراع مين? زراع المقاومة. عرف المسافة بالنقط الارتكاس والقوة اللي حتة ده ايه? المسافة ده? اسمها زراع. زراع الايه? زراع القوة. عشان تابع القوة. يبقى النقط الارتكاس في الفيز في النص ده هتابع دي ولا هتابع دي. يبقى المسافة بالنقط الارتكاس والمقاومة زراع المقاومة. والمسافة بالنقط الارتكاس والقوة زراع القوة. عندك يا ولد بقى لما تلاقي زراع القوة اكبر من زراع المقاومة الرفع اتوفر الجهد. مش فاهم يا مستر ازاي? هقول لك ازاي? انت الوقتي لو جبت عتلة زي نفس المسال لو جبت عتلة كبيرة. وحطتها تحت الصخرة. هتقدر زقها اه قادر اه قادر ازقها وحركها. طب اقول لو روحت جبتلك بقى ايه تعال كده معا كده بقى هنا تاني حطة حديدة قد كده. وقلت لك يا احمد طلع لبقى الباب. هتحط الحديدة تحت الباب هتجي بص هتلاقي المسافة او المنطقة اللي هتمسك منها الحديدة صغيرة جدا مش هتعرف تزق الباب. طب لو جبتلك حدة حديدة كبيرة زي دي كده. هتحطها تحت دي الحتة دي تحت الباب وهيبقى دي لك المسافة دي كلها اقدر ازق بها براحتي. اقدر ازق بها براحتي. انا لما اجيب لك قلم كبير. قلم عادي. اعرف اكتب بيه. طب لو جبتلك قلم قد كده. هتعرف تكتب بي ازاي? صغير. يبقى انا هنا اولاد. انا عرفت ازق الباب اللي عتلت كبيرة ديت عشان هنا المسافة اللي انا مسكتها بها ده هي كبيرة. اسمها زراع الكوة. المنطقة بتاعتك. خلاص? يبقى. ده اسمها زراع الكوة. لما يكون زراع الكوة اكبر من زراع المقاومة الرفع بتوفر الجهد. ولما يكون زراع المقاومة اكبر من زراع القوة الرفع لا توفر الجهد. اهم سؤال. هيبي يقولك علل روافع النوع التاني توفر الجهد. لان زراع الكوة اطول من زراع المقاومة او اكبر من زراع المقاومة. علل الرفع روافع النوع التالت لا توفر الجهد. هنا علل. لان زراع هتقوله ليه? لان زراع القوة اصغر من زراع المقاومة. ما متوفرش الجهد او ممكن تقول زراع المقاومة هو اللي اكبر من زراع القوة. ماشي اولاد? تاني? اهم سؤالين يجي يقول لك علل. رفع النوع التاني? توفر الجهد لان زراع القوة اكبر من زراع المقاومة. والعكس صحيح. خلاص اولاد? خلاص يا مستر. كده تمام? كده. طب تأتي تجي نشوف كده. كده نشوف كده. تعال نشوف كده. رافع النوع الاول امسلة ودي طبعا حفز لازم ان تتحافظ. عندك النوع الاول زي الارجوحة. زي مسلا ادى العتلة المرتكزة على حجر. ميزان البقال. الزراع الانسان رافع من النوع الاول. ميزان قباني اللي هو البي اس بي. الاطنان والحاجات ديت. عندك الكماشة. عندك الماشبك. الغسيل. المقص. مجدية في المركبة. هو هيجي لها يا مستر الامسلة ديت في الامتحان اه. اه. طيب امسلة رافع النوع التاني. شوف هنا. رافع النوع التاني. عربط الحديقة وده مهمة جدا. كسرت البندق. وفتاحت غطاء زوجاجات المياه الغازية او فتاحت المياه الغازية. فتاحت المياه الغازية دي رافع من النوع التاني. احفظها كواس جدا. علل. روافع النوع التاني دي ما توفر جهد لان زراع القوة اكبر من زراع المقاومة. طيب رافع النوع التالت لا توفر الجهد. لان زراع المقاومة اكبر من زراع القوة. ولكن تستخدم زر رافع في اغراض تحتاج الى الدقة والعناية. زي ماسك الفحم وماسك الحلوة وماسك ايه المواد السماء? ماسك الحلوة وماسك الفحم والمكنسة اليدوية وصنارة او صنارة السمك. صنارة الايه? السمك. رافع النوع التالت ما تففرش الجهد. فهل يطالة ده معناها لم ينهاش لازمة? لا طبعا لها لازمة. لازمة في ايه? بتستخدم في اغراض تحتاج الى الدقة والايه? والعناية. تستخدم في اغراض تحتاج الى الدقة والعناية. طبعا ده تلخيص الدرس ده في كتاب سلاح التلميز الالة وسيلة يستخدم الانسان في اداء عمله لتوفير الجهد او الوقت او الدقة. ولا تعرف الرفع والحاجات اللي احنا قلنا. خلاص? والله انا مستنى منكم رد الفعل اه يعني لو لقيت يعني اه اه يعني لقيت تفاعل على الفيديو بازن الله هكمل اما لو ما لقيتش تفاعل خلاص هو كان درس باو وكان موضوع تجربة ومش اكتر. بس انا ملاحز ان عندي ع القناة اه السنة ساتة متفاعلة جدا في الرياضيات والماس. فقلت اخدمكم في موضوع العلوم. وهتملكوا يا رب بكل التوفيق. وهشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.